هذه هي الحلقة الرابعة من موضوع ما هو دور ابن العلقمي الوزير الشيعي للخليفة المستعصم في سقوط الخلافة العباسية وسوف نستعرض اتهامات المؤرخين السنة لابن العلقمي ورأي الدكتور سعد ابن حذيفة الغامدي لهذا الاتهام في كتابه سقوط الخلافة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهام لعبة الخلافات السياسية الداخلية في دولة الخلافة والخلافات الخارجية بينها وبين الدول الإسلامية الأخرى لعبت دورا في إشاعة كثير من الاتهامات بالخيانة والتآمر مع المغول سواء ضد الخليفة الناصر الذي اتهمه الخوارزمية باستدعاء المغول للقضاء على منافسه السلطان محمد الخوارزمي أو ضد الوزير ابن العلقمي الذي اتهمه الدوادار الصغير بالتآمر مع هولاكو ومراسلته بصورة سرية وتسهيل دخول القوات المغولية إلى بغداد وأنه المسؤول عن إعفاء وتسريح مئة ألف جندي من جنود الخلافة الذي لم يكن له موجود من الخدم العسكرية وأنه المسؤول عن غرق الجيش الذي خرج لمحاربة المغول في الأنبار وأنه كان وراء أعدام الخليفة المستعصم حتى لا يلتف حوله المسلمون ويطلق سراحه هذه الاتهامات يسجلها الدكتور الغامدي في كتابه صفحة 335 وقد لاقت هذه الاتهامات صدا واسعا وكبيرا لدى المؤرخين السنة في الشام والهند ومصر أيضا الذين لم يشهدوا حادثة احتلال بغداد ولم يكونوا في العراق كالمؤرخ الجوزجاني المتعصب الطائفي السني الذي كان يعيش في دلهي بالهند في وقت سقوط بغداد بينما لم يذكر تلك الاتهامات المؤرخان العراقيان المعاصران ابن الفوطي والأربيلي ولم يشير إليها وبعيدا عن تلك الاتهامات الطائفية المغرضة يقول الدكتور السعودي سعد بن حذيف الغامدي الذي قام بدراسة أكاديمية عميقة ومحايدة ومهمة جدا لأسباب سقوط دولة الخلافة العباسية على أيدي المغول يقول يبدو أن على المرء قبل أن يصدر حكمه في مسألة مثل هذه أن يأخذ في الحسبان أشياء واعتبارات كثيرة أولها دراسة الأساس الذي بنيت عليه هذه المسألة هذه التهم يعني ثم التحري عن القائل عن ميوله الكتابية ومذهبه الديني ثم الشخصية التي يعالج أمرها ثانيا دراسة الأوضاع الداخلية والخارجية وحيثيات الموضوع من جميع جوانبه أما ما يتعلق بمسألة اتهام ابن العلقمي فلا يمكن لأي شخص أن يكون عادلا أو منصفا في حكمه ما لم يكن ذلك المرء على ألم بعدة حقائق ومن هذه الحقائق ما يتعلق بالعوامل الخارجية وأعني بذلك حقيقة المغول وسياستهم تجاه الشعوب ثم نظرتهم العامة للعالم وبتاريخهم وفتوحاتهم ثم على ألم ولو كان بسيطا عن كيفية تعاملهم مع الآخرين ابتداء من القاءان نفسه يعني الملك مالهم في قرى قروم عصمتهم انتهاءا بالخادم أو الرائي في البراري والسهوب ومن هذه الحقائق التي لا بد من معرفتها ما يخص الناحية الداخلية أعني نفس شخصية الوزير ذاته وأسرته ثم علاقته بسيده والأسرة التي يخدمها ثم علاقته مع زملائه ومنافسيه وفوق ذلك كله ظروف الخلافة العباسية التي كانت تعيشها ثم مدافع عالية وإمكانية تعاون الوزير لو كنا بقول المتهمين في نجاح حملة هولاكو تلك أما أن المرء يصدر حكمه لمجرد قراءة قراءها في مصدر تاريخي معين ديميور واتجاهات تمليها أهداف أو مذاهب معينة دون تمحيص أو تدقيق أو أخذ الرواية على علاتها فالإجابة على هذا خارجة عن نطاق هذا البحث صفحة 341 ويضيف الغامد الذي نراه صحيحا في هذا الشأن كما يبدو لنا هو أن المؤرخين الذين اتهموا الوزير ابن العلقمي وعلى رأسهم الجوزجاني كانوا مؤرخين سنيين متطرفين فقد وجهوا إليه تلك التهم أصلا بدافع من التعصب المذهبي تمليه حوافز أدوانية وعواطف تحاملية يكنونها تجاه هذا الوزير المسلم الشيعي المذهب لهذا فإن المرء لا يقف عند روايات من هذا القبيل موقف الشك هذا إذا لم يرفضها رفضا قاطعا وإن ما أورده أولئك المؤرخون في تقاريرهم حول هذا الشأن لا يقوم على أساس ألمي تقيق ومحقق الغامدي صفحة 342 ويواصل الغامدي قائلا خدم ابن العلقمي الخلافة العباسية أكثر من ربع قرن من الزمن حيث عينه الخليفة المستنصر رئيسا للتشريفات ثم أستاذا لدار الخلافة ثم ناظرا عاما لشؤون جامعة المستنصرية وفي سنة 642 رفعه الخليفة الجديد المستعصم إلى مرتبة وزير وقد ظل يحتل هذا المنصب طوال الخمس عشرة السنة التي تلت وكان ابن العلقمي واحدا من رجال بغداد وأعلامها البارزين كما كان والده من قبله الذي خدم بلده ومواطنيه حيث حفر والده النهر المعروف بالعلقمي فسمي به الغامدي صفحة 342 وذكر الغامدي أن المؤرخ السني صبط بن الجوزي المعاصر للغزو المغولي لبغداد امتدح هذا الوزير وأشاد به إذ وصفه بأنه رجل ورع تقي مستقيم وأنه قارئ لكتاب الله الكريم ولم يورد في مؤلفه لا من قريب ولا من بعيد أي إشارة قد يستدل منها على انتقاص من حق هذا الوزير أو الطعن في ولائه وإخلاصه في وظيفته وأن المؤرخ الجوزجاني الفارسي الذي كان يعيش في الهند نقل عن الخليفة عندما سمع بهذه التهمة قوله أن هذه الأقاويل لا بد أن يكون كدفتراها أيبك الدوادار الصغير وأنه يعني الوزير ابن علقمي فوق ذلك ولا يمكن أن يقوم الوزير بعمل مثل هذا صفحة 343 وقال الغامدي كان الوزير على المنتام ويقين صادق بعدم مقدرة الخلافة العباسية للقيام بالدفاع عن أراضيها الخاصة ضد أي قوة مهما كان الضالة وصغر حجم تلك الكوة الخارجية المعتدية فما بالك بقوة أملاقة وجبارة كالقوة المغولية وبما أن ابن علقمي كان على علم تام بهذه الحقيقة فقد قام بإنذار الخليفة منهم وإطلاعه على حقيقة قوتهم منذ أن شرع المغول في حصارهم ضد الإسماعيليين في قلاع إيران وقلاعهم المنيعة في إيران واستمر على ذلك حتى وصلوا إلى ضواحي عاصمة الخلافة العباسية بغداد ارتأ وجوب مهادنة المغول واسترضاء سيدهم القائد ببدل الهدايا والتحف للقادة الكبار منهم وكان الخليفة نفسه يرى ما كان يراه وزيره ووافقه على اقتراحاته تلك ولكن عارضها الدوادار الصغير قائد القوة العسكرية التي تتكون من المماليك فهدد الخليفة والوزير بأنه سوف يقوم بمصادرة كل شيء يرسلونه إلى المغول ففرض رأيه وإرادته الغامدي صفحة 345 وأكد الغامدي أكد أخيرا أن أغلب المراجع التي تقدح في الوزير ابن العلقمي بدوافع أو بدافع طائفي وليس ألمي ليس إلا كالجوزجاني في الطبقات وأبو شامف في التراجم وابن الساعي في المختصر واليونيني في ذيل مرآة الزمان وابن شاكر الكتب في فوات الوفيات والذهبي في تاريخه وغيره كثير كثير كل أولئك كتبوا هذه الإشاعة وزاد عليها كل مؤرخ ما يحلو له واعتمدها المؤرخ ابن العميد المسيحي في مصر الذي لم يشهد الواقعة بل نقلها في كتابه المخطوط أخبار الأيوبين ورقة 261 ويكتب الدكتور الغامدي فصلا خاصا في كتابه عن دور العناصر المسلمة من خارج أراضي الدولة العباسية في إسقاط الخلافة في بغداد فيقول إن الذنب الكبير والخيانة العظمى كانت قد ارتكبتها عناصر إسلامية من خارج أراضي الدولة فقد قام المسلمون من هاتيك الربوع بالمشاركة الفعالة مع المغول في حملتهم هذه فارتكبوا مع المغول أعمال شنيعة وشاركوا في مذبحة مسلمي بغداد أنفسهم كما شاركوا في جرائم المغول ضد أخوانهم المسلمين من سكان العراق والجزيرة والشام وأن المسلمين حكاما وشعوبا أفرادا وجماعات من أقاليم شرقنا الإسلامي عامة والتركستان وما وراء النهر خاصة قد لعبوا دورا بارزا وفعالا في بناء إمبراطورية جنغيس خان وفي هجوم المغول المدمر ضد الأقطار الإسلامية الشرقية أراضي الدولة الخوارزمية وضمن تحليله لأسباب سقوط الدولة العباسية يقول الدكتور سعد الغامدي كانت الخلافة العباسية المتداعية في العراق تعاني من مصاعب شتى ومشاكل عديدة كانت من الأسباب التي أدت إلى ضعفها ثم نهايتها أولا الصراع الداخلي الدامي بين أعضاء مجتمعها الإسلامي لأسباب مذهبية مقيتة ولا سيمة بين السنة والشيعة اثنين الشلل الكامل الذي أصاب الجهاز الإداري بسبب النزاع والتخاصم بين كبار أعضاء بلاط الدولة العباسية ثلاثة افتقار حكومة بغداد إلى وجود جيش نظامي أربعة كان من المستحيل على حكومة بغداد الهزيلة أن تقوى على الوقوف أمام الغزو المغولي ولو ساعة من نهار ولذلك فإن مسألة سقوط الأسر العباسية كان أمرا متوقعا خمسة الحكومات في الأراضي الشامية والمصرية وشعوبها لم ينظروا على أنه كان من واجبهم حمل السلاح والذهاب للقتال ضد الغزاة المغول في سبيل الدفاع عن الخلافة العباسية أو خليفتها المستعصن أو عن السكان الإراقيين بل كان المسلمون الذين جاءوا في حملة هولاكو لتدمير هذه الدولة أكبر عددا من الذين دافعوا عنها حيث كانوا يشكلون جزءا كبيرا من الجيش المغولي الزاحف ضد الخليفة المستعصن وختاما نقول سواء كان الوزير ابن العلقمي بريئا أو مذنبا وعلى فرض خيانته للخليفة العباسي فإنه يتحمل وزره وحده ولا يجوز إلصاق تهمة الخيانة بطائفته على مدى التاريخ وأن التمادي في تعيير الشيعة بما حدث ويحدث في التاريخ يعبر أولا عن الفشل في تحليل عوامل السقوط للدول وثانيا عن الحقد الطائفي والرغبة في مواصلة التقاتل الداخلي وثالثا عدم التصميم والعزم على النهوض وتوحيد الأمة والتخطيط لبناء الحاضر والمستقبل لقد حدثت في التاريخ جرائم وهزائم وخيانات كثيرة من حكام ينتسبون إلى أهل السنة كالتحالف مع المستعمرين البريطانيين في الحرب العالمية الأولى ضد الخلافة العثمانية من قبل ابن سعود والشريف حسين والتواطئ مع العدو الإسرائيلي في اعتداءاته اليومية على سوريا وفلسطين واللبنان والعراق واليمن والاستسلام له والتطبيع السافر معه فهل يجوز استخدام نفس منطق الطائفيين السنة في تحميل مسئولية تلك الجرائم والخيانات إلى أموم أهل السنة مثلا؟ إن الله تعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني يستخدمون المكياس المزدوج ويقول تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصد ولا يجرم أنكم شنآن قوم على الله تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته